خلينا نشوف الطاقة تبعة برج القوس كيف حتكون شو مركز تفكيرهم هاي الفترة محور تفكيرهم افعالهم الطاقة بشكل عام لبرج القوس برج القوس من الابراج الناجحة جدا بالحياة طلع لك نفس الكرت قبل شوي رح يكون شهر عاطفي بامتياز خلينا نقول ممكن يدخل شخص جديد لحياتك يشرق لك قلبك او في معجب معين له فترة عم بيحاول معك انت عم تعطيل فرصة هاي الفترة ممكن يكون هذا الشخص اصلا قديم ويرجع يقدم لك كاس الحب من جديد فرح تكون اهتماماتك اكتر اشي هاي الفترة في الامور العاطفية او طاقتك رح تكون مركزة على الامور العاطفية خلينا نشوف ازا بهاي الفترة شو ممكن الورق يكون نخبيلنا لبرج القوس ان شاء الله تكون ورق ايجابي نبرج القوس بستهلو كل الابراج بستهل طبعا ان شاء الله تكون مركزة على الامور العاطفية في قرار يا برج القوس لكن كتير مأجله بتوقع انه على الصعيد العملي وحتى ممكن يكون على الصعيد العاطفي ولكن رح تاخده في هاي الفترة خليني اذكر الطاقات قبل ما انسى في عنا برج الاسد برج التور برج الحمل ممكن يكون ميزان هذا البرج كمان في عندك هوائية طاقات هوائية طاقات هوائية كتيرة في عندك اكتر اشي وفي ترابية في مائية فهذا بشكل عام القراءة ممكن تكون عكسية حبايب اذا كانت عاطفية وهي عامة بالعموم يعني ممكن تنطبق عليك وممكن ما تنطبق عليك فعادي جدا هاي مقراءة خاصة قراءة عامة شايفتلك امنت لشخص يعني كتير 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 بالفترة الماضية وهذا الشخص ما كان قد الثقة هذا الشخص خلينا نقول مش غدر فيك لا ما كان قد الثقة مش لهالدرجة انه غدر فيك يعني ما بتوقع انه غدر ولكن ما كان قد هاي الطموحات اللي انت كنت بانيها عليه شايفك من بعد ما اعطيته كتير اهمية وكتير كزا شايفك لا اخدت خطوة لورا بعد هيك او عم تاخد خطوة لورا عم بتراقب الامور من بعيد وهذا اشي كتير عقلاني اشي كتير ممتاز عم بتقيم الامور بعيدا عن القلب والعواطف عم بتكون بتشغل قلبك وعقلك هاي الفترة مع بعض عم بشوف احيانا بتكون عندك طاقات سلبية مثل حسد عم بتكون العين عليك كتير يا برج القوس انت بتراقبه والله وهو براقبك فيه شخص ممكن يكون في العمل او في العاطفة انت بتراقبه وهو براقبك انت بتهتم لشأنه وهو بيهتم لشأنك فيه مراقبة ما بين المواضيع فيه محكمة معينة رح تكون النتيجة فيها لصالحك انت اكتر شايفك فيه عندك كارمة او فيه عندك انتصار من بعد معركة مع هذا الشخص هذا الشخص ممكن يكون في العمل وممكن يكون في العاطفة شايفيت لك انه رح يكون فيه رجوع لحق رجوع حق للك من بعد هاي المخاصمة او من بعد ما تاخد فيه حق منك فيه عندك كمان غير موضوع الكارمة فيه عندك او رزقة معينة جاية من من شغل جديد من مشروع جديد ممكن تكون او ممكن تكون من نفس العمل اللي انت او فيه لاني شايفيتك عم بتركز شوي كمان على المادة هاي الفترة عم بتحاول تحوش عم بتحاول بدك اما تشتري مسكن اما تعمل شي مفيد اا اا اكتر عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل ما من بعد فترة ما كنت كتير عم تهتم بالعاطفة اكتر من العمل عم بشوفك كتير عم تتوازن اا بين الامور بتوازن بينها شايفيت لك اا فيه شخصين او ثلاث عم بيقولو لك اا كلام مش مزبوط عم بيحكو لك شغلات مش مزبوطة او هم اا عم بيحسدوك يمكن او عم بيحكو عليك كمان بشكل مش مزبوط وممكن يكونوا من ابراج اا هوائية او اعترابية فكون حذر من هدول اا الاشخاص كمان هذا الكرت ممكن اشوفه انا اا عاطفي خاصة انه هذا اجي في شخص اا بيرقبك في شخص بيحبك اا كتير اا ولكن ما عم بيظهر هذا الموضوع ولكن قريبا رح اا يجي ويقدم لك كاس الحب خلينا نقول او العواطف اللي كنت استناها منه ولكن وقتها رح تكون انت شوي مسكر قلبك شوي اا شوي اا شوي يمكن ترفض هذا الموضوع انا حاسة فمش عارفة حاسيتك مش مرتاح لهذا الشخص او لرجوع هذا اا الشخص او لوجوده حتى في حياتك خلينا ننسح كمان عالعاطفة شفت كمان بالورق في اا سفر في سفرات مش سفر لبرج القوس وفي نجاح على الصعيد العملي الدراسة اكتر اشي في نتائج حلوة بالدراسة لبرج العقرب لبرج القوس اسفر اه في اول فترة ممكن تكون شوي حزين ممكن شوي تكون اا شوهر عاطفي بامتياز شو شو طلع لك؟ يعني احلى من هيك ورا ما بتوقع انه يجي عم بيكون فيه اكتر خلينا نقول مشاعر بتزداد قوة بينك وبين الشريك فيه امور ما كنت تعرفها هو رح يصار حك فيها مش انه كان يخفيها ولكن كان مستحيح يمكن يحكي لك اياها او كذا بس الشمس رح رح تشرق على علاقتكم شايفيتك منتصر في هذا الموضوع وكأنه مش انت اللي رح تعمل مش انت اللي رح تشتغل من بعد ما اشتغلت كتير على هاي العلاقة خلاص تعبت ووقفت فشايفي انه الطرف الثاني هو اللي رح يشتغل على الموضوع اكتر شايفي فيه طرف تالت عم بتفرج من بعيد لكن مش عاجبه الموضوع والسعادة اللي بناتكم فشايفيتك ببداية الفترة شوي كنت مكتئب ولكن على مر يعني مع الوقت في هذا الشهر اللي ذكرنا هاي الفترة عم بتتحسن الامور النفسية عم بتحس انك متملك الشريك وفعلا رح يكون بين ايديك وهذا الكرت ممكن يكون على فكرة مشكلة عندك بالشاكرات او مشكلة يعني طاقة سلبية ممكن انت تكون مش حاس عليها او مش عارف انه عندك طاقة سلبية فيعني تشيك تستشفي اذا كان موجود هذا الموضوع عم بشوفك اذا منتصر في العلاقة العاطفية وفي بداية جديدة للعزة بداية حلوة ممكن تكون من شخص برجه ترابي او ناري شخص عم بيقرب شوي شوي منكم فحلو انه تعطوه فرصة هاي الفترة شوف العقل الباطن لالكم شو هاي الفترة رح تكونوا مركزين على شو اكتر شي محور تفكيركم او الامور اللي شغل بالكم اه اكتر شي الموضوع العاطفي شايفي انه رح يصير فيه متل تلاحم بينك وبين هذا الشخص في هاي الفترة عم تحكي له شغلات ما كنت تحكي له اياها هو عم يحكي لك شغلات ما كان عم يحكي لك اياها فعم بشوف تقارب عم بشوف متل اصلاح للموضوع متل تطور فشي كتير عم بشوفه حلو هو عم بيحاول يتم تلكك من بعد ما خسرك او من بعد ما خاف انه يخسرك فكرت حلو شوف اذا فيش تحذيرات لبرج القوس هاي الفترة صي ما قلتلك في عندك طاقات سلبية انت محتاج انه تنظفها بحالك ممكن تكون حسد عين سحر ما بعرف اي شي بس شايفتك عم بتكون على خير هاي الموضوع هاي الفترة عم بتحاولوا عم هاي المحاولات عم بتجيب نتيجة اه ايجابية فهذا التحذير كان اه بالنسبة لإلق نشوف في ريكاربز شو ممكن يعطينا مصيحة او بشارة او اي شي عم بتطبق قانونة الجذب يمكن عم تتعلم بهذا الفيلد عم بتكون بهاي الفترة بتحاول تكون او بتحاول تتعلم كتير كيف بيكون كيف بتكون القانون الجذب كيف الطاقة الكونية بتشتغل فعم بشوفك بتفوت في هاي الامور الروحانية كتير 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 يا برج القوس. وهاي بالفعل رح يعني انت بحاجتها بالفعل هاي الامور فانا بشجعك على هذا الموضوع طبعا والوراء بشجعك رح تبلش دورة جديدة دورة كلاياتها خلينا نقول حيوية اخبار حلوة سايكل حلوة رح تنتهي يمكن من فترة الاكتئاب او او اللي اجوك ورا بعض ورا بعض كلاياتهم اه فبداية حلوة عم بقولك في بداية اما مع شخص معين او بشكل عام بداية اه جديدة في حياتك كرت كتير حلو بقولك في احلام او شغلات او امنيات انت كنت عم تحلم فيها وعم تتحقق هاي الفترة بس المطلوب منك اللي هي الطاقة الايجابية والتفاؤل وعدم السوداوية عدم التشاؤم كنت عليها فعل imperialيات المنطلة